غابت شمسه لكن رائحته لم تغب عن صفحات الكتب فهذا الكشك سيبقى شاهدا على تاريخ علمي متوارث أحمد حسن أبو حسين صاحب أقدم أكشاك بيع الكتب في العاصمة عمان طويت صفحته الأخيرة من الحياة كشك الطليعة الذي تأسس عام 1949 1949 يفتقد اليوم لصاحبه بعد سنوات طوال قضاها بين رفوفه المليئة بالكتب ليس الكشك وحده من افتقده فجيرانه تحدثوا عنه بشعور الفاقد لأن سنوات العشرة لا يمكن أن يمحيها الموت يتميز هذا الكشك الطليعة وأبو حسين أنه صديق لكل المثقفين العرب والأردنيين يعني تجد في ساحة الكشك التي هي في دخل جبري تجد مجموعة من نخب المثقفين العرب والأردنيين وكبار المسؤولين الذين يواضبون على زيارة هذا الكشك حتى أياما قليلة هو وجهة نظر مثلا يزوره من كبار المسؤولين دولة عبدالرعوف الروابدي معالي السفير عبدالله أبرمان الأستاذ رمضان رواجدي وكم هائل من الوزراء والمثقفين وكبار الشخصيات السياسية والثقافية العربية والأردنية على حد سواه أنا رجل أبو زيادة الله يرحمه هو أحمد حسن كان رجل طيب ووجل مجاهد وطول عمه كان في الصحافة والثقافة وكان طبعا هو تعامله مع والدي أكثر من تعامله معي أنا كشخصيا بس أنا كنت أسمع عن والدي لما كان يحكي عنه أنه كان حتى هو كان مشهور أنه كان يوزع الصحافة على البسكليتس فكان كثير رجل فاضل ورجل طيب وكانت علاقتي معه قليلة ولكن كانوا دائما همهم الثقافة هو أحمد حسن الله يوحمه وحسن أبو علي وأبوي أحمد الكايد فكانوا دائما همه هؤلاء الثلاثة همهم هم الثقافة يعتبر هذا الكشك من أوائل الأكشاك التي أسست في المملكة كما يعد الأول من نوعه في العاصمة عمان فالكثير من التاريخ يختزل بين رفوفه وبطون كتبه أسامة بليبلي الحقيقة الدولية